الرحمن الرحيم ونتيجة غير عادلة الاهل كان يخلص شط الاولاني مستريح تلات اربع اهداف شط اولاني الزمالك لعب في اخر ربع ساعة والمطشح لو اخر ربع ساعة في المباراة نزول شيكبالا غير مستوى نادي الزمالك زمالك ما كانش موجود شط الاولاني اللاعبة كانت قلانة كانت خايفة مش مسكة كورة مش عارفة بصل بعضها الاهل كان ممكن الاهل الشط الاولاني استحواز اكتر من 64-65% على الشط الاولاني الشط التاني مناصفة بين الاهل وبين الزمالك ولكن زي بقول لعاكم ليس يعني ما كانش فيه عدلة بصراحة العدلة النهاردة المطش ده يخلص اربعة اتنين للنادي الاهلي اربعة اتنين على الاقل او خمسة اتنين للنادي الاهلي في الميت يعني هي كورة اسمه ايه امام عشور الوحيدة لكن شوفوا الاهلي عامل الشط الاولاني ضيع كورة دي وفرص ادي وهدف ادي ضاعت الشط الاولاني الشط التاني شوية الزمالك مثل كورة ولكن كورة القدم عادة لا تكون عادلة مباراة وانت مستحوز وفرص وبتضيع 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 وفي الاخر كورتين تلاتة يدخل منهم هدف ولا اتنين وزي بقول لكم الشيكابالا هو اللي غير شكل نادي الزمالك الزمالك ما كانش موجود ما احترمنا للي حصل ولكن الشط تاني الزمالك في اخر ربع ساعة بقى عندنا مباراة بقى عندنا كورة بقى عندنا استحواز بقى عندنا فرص شوفنا الاهل والزمالك هو ده الاهل والزمالك اللي احنا عايزينه يلعب على مدار التسعين دقيقة زي ما لعبه ربع ساعة هجم هنا وهجم هنا عايزين كورة حلوة ولكن روح رياضية عالية في المدرجات في الملعب وبالتالي هي دي القمة المصرية الاهلي والزمالك اتنين اتنين مباراة في الاخر تقول عليها نعم هي هذه المباراة اللي نتمناها وانا بقول كده سامي قنصان عمل مطش رائع في ريرا عمل مطش رائع الشوط التاني مش الاولاني لان الشوط الاولاني الاهلي كان استحواز كامل فرص ضيعة من يد الاهلي بشكل واضح كان الزمالك الشوط الاولاني خايف لما دخل الجن الاولاني شريف عمل طبعا جن ولا اروع السست من اسمه ايه عبدالغاني السست عبدالغاني الراجل الان لا اشريف قدامه اداله الكورة السست بتاعه شريف بمنتهى السقة حطاه في الزاوية البعيدة عواد كان هيعمل ايه الشوط التاني يتعادل الزمالك يتقدم مرة اخرى الشيكبالة ثم يتعادل صلاح محسن ايضا وكان هناك فرص هنا وفرص هنا ولكن في الاخر مباراة الشوط التاني كان طبعا بعض اللعبة كانوا بيتفزلكوا ما كانش وقت الفزلكة يعني هزي مباراة قمة مش محتاجة فزلكة محتاجة تجيلك فرصة تسجل انصف الفرص تسجل عواد النهاردة هو نجم المباراة لانه شال نادي الزمالك لو ما كانش عواد النهاردة كان المطش ده خلص اربعة او خمسة او خمسة